موسيقى حياكم الله مشاهدينا الكرام من الرافدين مرحبا بكم وهذه المتابعة الخاصة بشأن استمرار العثور على المقابر الجماعية في المحافظات المنكوبة اترك الأعلان الحكومي عن اكتشاف مقبرتين جماعيتين مؤخرا قرب سجن بادوش في مدينة الموصل ترك العراقيين في حزن آخر مع فداحة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في وقت تصرح الحكومة فيه أن على ذوي القتلى نسيان أحبابهم مع عدم تقديم تحقيقات تقنع الرأي العام تزامنا مع تأكيد المنظمات الحقوقية أن سياسة الإفلات من العقاب هي النمط السائد للقضاء في العراق مع استمرار مماطلة الحكومة للحديث إذن أكثر عن اعلان اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة الموصل نرحب بدلا بضيفنا نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي حياكم الله وسلم الله محييكم وسلم وكبرك الله وسلم وسلم وسيكون أيضا معنا من لندن عبر اسكايب دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب مرحبا بك يوسيا فاطمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحييكم وحيي مشاهدكم الكرام وظيوفكم وحياكم الله أيضا نرحب بضيفنا عبر اسكايب من عمان سيد عبدالقادر النايل الكاتب والباح المحل السياسي حياكم الله سيد عبدالقادر معنا أهلا وسهلا بك إذن مشاهدين الكرام قبل البدي بمناقشة محاور متابعتنا الخاصة هذه فنشاهد أولا هذا التقريب أحالت الميليشيات المرتبطة بإيران أرض العراق إلى مقبرة جماعية تطمس فيها أدلة إدانتها على جرائمها ضد المدنيين حتى انتشرت في المحافظات المنكوبة إرث أعوام من عمليات إعدام ميدانية نفذتها تلك الفصائل الولائية بدوافع طائفية وانتقامية متخذة من مكافحة الإرهاب غطاء لانتهاكاتها التي وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها جرائم حرب استمرار الكشف عن المقابر الجماعية بين آونة وأخرى يبين الحجم الكبير لفجوة الإفلات من العقاب على الجرائم الجسيمة في العراق وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش التي وثقت تصريحات عن ذوي المغيبين أكدوا فيها بأن ميليشيات الحشد اعتقلت أبناءهم وأزواجهم وقادتهم في حافلات إلى جهات مجهولة ليختفي بعد ذلك كل أثر لهم منذ أعوام حاولت الحكومات المتعاقبة منذ انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش عام 2017 أن تماطل في إجراءات التحقيق والفحص لمقابر جماعية عثر عليها قرب معسكرات تابعة لميليشيات العصائب وحزب الله والنجباء في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى متذرعة بنقص التمويل وقلة الكوادر لتسارع في الوقت نفسه بغلق وتطويق تلك المناطق ومنع أهالي المغيبين من الوصول إليها ممن يأملون بالتعرف على جثث ذويهم عبر ما تبقى من أشلائهم وملابسهم ورغم كل محاولات التعطير والتسويف للكشف عن تفاصيل هذه المقابر ومن قتلهم ودفنهم إلا أن مصطفى الكاظمي قطع دابر الشك ليس عن صحوة ضمير ولكنها رغبة منه بإنهاء تركة أثقلت وزره ليؤكد أمام عدد من رؤساء الكتل السياسية بأن عليهم نسيان ملف المغيبين فالأرض ابتلعتهم وقاتلهم شريك في الحكومة حياكم الله مجددا بعد هذا التقرير مشاهدين الكرام إذن بشأن اكتشاف مقبرة جماعية في مدينة الموصل نبدأ من الدكتورة فاطمة العاني عبر اسكاب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب دكتورة فاطمة باكتشاف هاتين المقبرتين الجديدتين قرب سجن بادوش في مدينة الموصل أو بالقرب منها ألت توقعين اكتشاف مقابر جماعية جديدة؟ يعني مع الأسف الشديد وبكل ألم نعم أنا أتوقع سوف يتم وتكشف الأيام القادمة عن حجم المأساة الكبيرة التي حصلت أثناء العمليات العسكرية ضد المحافظات صلاح الدين والأنبار ونينوة واكتشاف المقبرتين الأخيرة قرب سجن بادوش يعني هذه أكبر دليل واكتشاف المقابر قرب مدينة الفلوج والصور والبلاغات التي تأتي إلى المركز العراقي لتوثيق الجرائم الحرب عن وجود أماكن احتجاز واحتمال وجود مقابر في هذه الأماكن وأيضا تسريبات التي تأتي من الفيديوات البشعة لعمليات الاعدام الميدانية خارج إطار القانون كل هذا يثبت أنه الأيام القادمة تحمل يعني هذه هي الحقيقة الكثير من المآسي ولكن على الأقل سوف تكشف المجرمين سوف تضع يعني توضح حقيقة ومصير المغيبين في العراق مما يعني يساعد على الأقل يعني أن تبرد خواطر كما يقولون يعني ذويهم وعوائلهم نعم نعم من هنا سيد عبدالقادر نايل ضيفنا عبر أسكايب من عمان هل تعتقد أن هناك يعني مغزن في توقيت أعلان العثور على هاتين المقبرتين؟ أسعد الله أوقاتكم وأوقات مشاهديكم الكرام وضيوفك الأعزاء من المعلوم تماما أن الحكومة تعمد على إعطاء رسائل في أوقات لا سيما قريب الانتخابات مفادها أنهم عليهم أن ينسوا المفقودين والمغيبين لدى الميليشيات وأن المقابر الجماعية هي التي تحوي رفاتهم والكشف عن مقبرة بادوش التي حقيقة يعني القضية كشفت قبل عدة أشهر تم تحديد من بعض الجهات الدولية هذه القضية سارعت الحكومة لهذه القضية لأن هناك على سبيل المثال تحقيقا في دولة كندا وهناك ضباط كنديين يشهدون على مقابر جماعية لذلك لم يأتي أيضا رغبة من الحكومة أن تكشف هذه المقابر لو لا علمها أن هناك تحركات دولية وأخرى لمراكز حقوق الإنسان والشهادات أيضا لبعض المنشقين من هذه الميليشيات ومن أجهزة الحكومية بوجود أماكن مقابر جماعية جرى إعدام جماعي لتلك المواطنين أو لهؤلاء المواطنين الأبرياء لذلك لها دلالات كثيرة الحكومة سارة حتى تقول أنني من أبحث عن المقابر الجماعية لكن الإجراءات واضحة أنها متعاونة وشريك أساسي في تغطية الجريمة لذلك لو كانوا صادقين لكشفوا عن الحمض النووي لهذه الجثث وتم التعرف عليها من ذويهم حتى يعلموا لمن عائدية هذه الجثث لذلك عندما يذهبون لإخفاء معالم الجثث ومعالم كل ما يجري من عمليات تحقيقات لكشف رفات هؤلاء ولمن عاديتها تؤكد على أن الميليشيات والأجهزة الحكومية الأمنية تقف وراء هذه الجريمة ليس صعباً عبد القادر الكشف لمن تعود هذه الجثث كما أشرتهم؟ أولاً ليس صعباً لأن حسب المعلومات الدقيقة التي وردتنا أن هناك لا زالت آثار واضحة على وجوههم وكذلك الملابس موجودة وممكن أن هناك بطاقات تعريفية موجودة يعني عملية البحث لم تجري حتى لم يكلفوا أنفسهم في عملية البحث هذه البدائية تسمى ثانياً معلوم تماماً أن قربها عن أربيل بالإمكان أن تأخذ عينات الحمض النووي وبالتالي يجري عملية فحصها وبالتالي من خلال 72 ساعة أو أقل أو أكثر بقليل يمكن إعلان أسماء هؤلاء لكنهم يريدونهم إخفاء هذه الجريمة حتى يلسقوها بداعش لأنهم يريدون حقيقة أن يصوقون أن هذه المقابر الجماعية حدثت هنا طيب لو كانوا صادقين لكشفوا الأسماء ولا علم أهل الموصل أو هذه المحافظات القريبة هذه الأسماء هل خطفت في وقت استعارة هذه المدن من الميليشيات وغيبوهم أم أنها عندما كانت تحت سيطرة داعش الجواب واضح تماماً أنهم يريدون إخفاء هذه الجريمة لأنهم ببساطة شركاء أساسيين في عملية هكذا مقابر لأن الأعداد الواضحة تماماً والفيديوهات التي أشرت إليها الدكتورة فاطمة بالمكشوفة أخيراً تؤكد على أنه جرى عمليات اعدام كثيرة خارج نطاق القضاء والقانون وبالتالي التعاون مفضوح بين القضاء وبين المؤسسات التي تدعي نفسها مفوضية حقوق الإنسان في العراق وبين السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية والميليشياوية هذه الخماسية حقيقة تتآمر على انتهاك وتنتهج لأنها هي المنتهج الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان وإلا كان أين الإدعاء العام في فتح ملفات هكذا مقابر جماعية ولماذا لا يجد التستر عليها بهكذا طريقة لإخفاء الجريمة وبالتالي أين عملية الوصول إلى تحقيقات واضحة لمعرفة الجنود الدوليين من التحالف الدوليين الذين شاهدوا بأم عينهم هذه الانتهاكات إذن الحكومة شريكة لو كانت غير شريكة لما ذهبت باتجاه تغطية هذه الجريمة ولذلك لكن هناك تحركات أيضا على سبيل المثال من الميثاق الوطني العراقي تحركات على الدولة الكندية بطريقة عاجلة خلال الأيام الماضية لكشف نتائج التحقيقات وشهادات الضباط الكنديين لمعرفة الوصول لانتهاكات حقوق الإنسان الكبيرة والسريعة التي جرت في العراق سأعود إليك مجددا دكتور عبد القدر إذن من هنا أستاذ نظير استنادا لما نقله أيضا بعض السياسيين بأن تصريح الكاظمي قال بأن على ذوي المخطوفين والمغيبين أن ينسوا كيف تقرأ هذا التصريح وهل العراقيون على وفق هذا التصريح بصدد تلقي مزيد من الأخبار عن مقابر جماعية أخرى في البدء أخي الكريم لو أي إنسان عراقي يتبع نشرة أخبار لأي قناة تخص العراق لا يسمع من أخبار سوى أخبار مقابر جماعية تظاهرات اضطراب أمني وخدمات وهكذا إلى أن تنتهي نشرة الأخبار وبالتالي أنا أريد أن أتساءل كمواطن لست محل سياسي ولا أي شيء آخر أنا أتساءل كمواطن ماذا قدم هذا النظام السياسي الجديد للمواطن العراقي ماذا قدم للشعب العراقي ماذا قدم لهذا الوطن أجد أنه لم يقدم شيء بل بالعكس إنما أفقده أشياء كثيرة أفقده أمنه أفقده كرامته أفقد هذا البلد سيادته بل أن موارده سواء بشرية أو طبيعية أصبحت متاحة لجميع بلدان العالم ونهبا من قبل هذه البلدان أما في موضوع هذه المقابر الجماعية وكأنما الكاظمي يريد أن يحقق إنجازا ليس بمعرفة الحقيقة ومن قتل هؤلاء ومن تسبب في تغييبهم طيلة هذه السنين إنما يريد من الشعب العراقي نسيان هذا الأمر وطوي صفحة هذا الموضوع وكيف أهالي الذين قتلوا أن يطون صفحات أولادهم الذين ذهبوا غدرا على أيدي جماعات مسلحة هم يقولون داعش وغيرهم يقولون ميليشيات كيف تقرأ أستاذ نظير هذا التصريح هل مثلا الكاظمي على علم بهؤلاء المجموعات أو الميليشيات التي قامت بهذه الجرائم يعني يحاول أن يتستر عليها لا يستطيع أن يبوح بها يعني يعني يا أخي الكريم نحن نتعامل مع رئيس وزراء هو كان قبل سنة رئيس جهاز المخابرات يعني لا تخفى عنه مثل هذه الأسرار ولديه طلاع واسع بل أنه يعني ليس فقط جهاز المخابرات إنما الطلاع موجود على مستوى كبير من الناس يعرفون من هو الجاني الحقيقي بينما الإعلام وهذه الحكومة يصورون هذه الجرائم ويستثمروها سياسيا يعني هل تعلم الرواية الرسمية ماذا تقول الرواية الرسمية تقول أن عصابات داعش استولت على هذا السجن وعزلت السنة وأطلقت سراحهم وأخذت المساجين الشيعة والمنتسبين الشيعة ثم أعدمتهم وهذا كلام طائفي بالشدة بل أكثر من ذلك أن هذه المقبرة التي نتكلم في صددها بالقرب من سجن بادوش هي مكتشفة قبل 25 يوم لم يتم الإعلان عليها سواء أمس لماذا؟ لأنها تتوافق مع تاريخ مذبحة أو مزرة سبايكر لماذا؟ لأنه يريدون أن يعطوها انطباع طائفي وبعد طائفي لزيادة هذا الشحن وسبق هذا الإعلان دعوات لهدم مراقد أمسنة وإزالة نصب حضارية في بغداد هذه كلها مسلسلة أنت سألت سؤال هل ترى أنه نحن في صدد اكتشاف مقابر جديدة؟ نعم أنا أعتقد أن هناك برنامجاً للكشف عن مثل هذه الجرائم وتوظيفها طائفياً ثم سياسياً لأن هناك جرائم كثيرة كما تعلم ارتكبت في هذه المحافظات حتى نصل إلى الانتخابات التي مسمعي قامتها في الشهر العاشر وبذلك يستثمرون بدماء العراقيين وأرواح شبابهم لغايات انتخابية لكن أنا أقول أن الشعب العراقي قد طوى هذه الصفحة وهذه الأمور ما عادت تثمر في تقسيم الشعب العراقي بشكل طائفي والشعب العراقي أصبح أكثر وعياً بعد 18 سنة نعم نعم أصبح صاحب تجربة مع هؤلاء إذن من هنا دكتورة فاطمة العاني يعني ما الذي يمنع حكومة الكاظمي بحسب تقديرك ورأيك من القيام بتحقيقات في هذه المجازر والجرائم المرتكبة يعني حكومة الكاظمي كما معروف لا تستطيع واصلا ليس لديها النية خاصة وأن هذه التحقيقات سوف تكشف على المجرمين حقيقين التي أصلا هي الحكومة تحاول أن تتسثر عليهم المعروف جيداً وكما يوثقه الشعب العراقي وكما تدلي بها شهادات التي يقدمها ذوي الضحايا ويصرحون باسم الجهات التي تقوم أو قامت بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد ذويهم هذه الجهات أصبحت الآن هي التي تسيطر على الحكومة وهي التي تسير الحكومة وهي التي تضغط على الحكومة متى تريد أن تسن القوانين التي تتمارس مع مصالحها الميليشيات والقوات الأمنية أيضاً لا بد أن نعترف بأنها أيضاً مشاركة في ارتكاب هذه الجريمة كالجرائم خاصة وأن القوات الحكومية كانت تقوم باعتقال المواطنين وتسليمهم إلى الميليشيات أو تقوم بالتغطية على ما تقوم فيه الميليشيات وتحدث الجرائم أمام عينها ولا تتحرك لإنقاذ المواطنين العراقيين كما هي حال أي قوات أمنية محترمة وطنية في أي دولة أخرى إذن كيف نعتقد أن الكاظمي سوف يقوم بالكشف عن هؤلاء المجرمين هذه طبعاً لا يمكن أن تحدث في العراق وحتى لو استطاع مثلاً كما يدعي أنه الكاظمي قد فعلها قبل عدة أيام من اعتقال القائد الميليشيوي القاسم المصلح ماذا فعلت؟ في الحقيقة لم يبقى أيضاً حتى أيام في السجن تم أطلاق صراحة في نفس اليوم ولكن لكي لا يتم أظهار وفداحة ما يحدث بهذه الطريقة الفجأة يعني قام القول والتستر أنه قد تم التحقيق معه وتم اعتقاله لعدة أيام ونظراً لعدم ثبوت الأدلة إذن كيف اعتقلتموه وأيضاً لم تثبت الإدانة هل رأينا أن هناك أي معتقد في العراق تم اعتقاله وتم اطلاق صراحه لعدم كفاية الأدلة؟ بل يتم تعذيب المعتقاليين وانتزاع الأقوال بالقوة والحكم عليهم وإدانتهم بسنوات عديدة أو تقديمهم إلى مقصلة الإعدام يعني في الحقيقة كان واضح أنه مجرد عملية من الكاظمي وعوانه من أجل تهدئة الشعب العراقي خاصة وأنه هو من اتكب مؤخراً جريمة اغتيال الوزن والعدد من المتظاهرين ولذلك كان كل ما يريده الكاظمي هو مجرد كما يقال شو بزنس أمام الإعلام لكي يقول أنه قد قام باعتقال قائد في الميليشيات رغب أن الميليشيات تتعبق قوة وغيرها 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 وهذا في الحقيقة لم يحدث كانت فقط مجرد فرقة علامية انتهت بعد ساعات قليلة ورأينا كيف أن الميليشيات اتخلت المنطقة الخضراء وتريد أن تفعل والشاب والشتم كما انتشرت الفيديوهات وهذه حقيقة الميليشيات إذن لا يستطيع الكاظمي وبكل صراحة أن يقوم بأي عمل بل هو أصلا منصبه وكما يعترفون بأنهم هم الذين الميليشيات التي جاءت بالكاظمي منصبه فقط ليكون غطاء على جرائمهم ويستمر بتعمية الشعب العراقي وضحك على ذقون ما تبقى من بسطاء العراقيين الذين لا يعرفون الحقيقة لحد الآن أما أغلبية الشعب العراقي كما هو أصبح معروف يضحكون من هذه نكتة اعتقال ميليشيوي لو كان الكاظمي يريد اعتقال أي من المرتكبي هذه الجرائم الفيديوهات الأخيرة الواضحة وجوه الميليشيات واضحة وكيف تعدم المدنيين أمام الكاميرات وتصور هذا لماذا لم يقوم باعتقالهم وهذه الفيديوهات هذه الواضحة هو عاجز إذن أصحابها سافرة نعم سأعود إليك مرة أخرى دكتورة فاطمة إذن سعبد القادر كيف تنظرون إلى التحقيقات بملفات أخرى حساسة أيضا يعني مثلا اغتيال الناشطين كما ذكرت قبل قليل دكتورة فاطمة وحتى جرائم أخرى أو انتهاكات مثل الغرق عبارة الموصل غيرها من الجرائم والانتهاكات هل كانت بمستوى تلك الفواجع هل كانت هذه التحقيقات يعني بمستوها أولا لو توجد هناك تحقيقات حكومية إنما توجد لجان تحقيقية للتستر على هذه الجرائم لوضع شرعنة مخالفات قانونية من خلال طمس معالم الحقيقة حتى لا يتم إدانة أحد لأن كل الذين يرتكبون الجرائم هم منتسبون إلى العملية السياسية الحالية وبالتالي إما هم بأجهزة أمنية أو بأحزاب سياسية حالية بالسلطات الحكومية الحالية لذلك هذه اللجان التحقيقية تعمد على إخفاء الأدلة ولم تبحث عن طريقة الاتكاب الجريمة ولا الجنات بالمطلق وإلا السؤال الذي يطرح نفسه على هذا الوزن ما الذي فعله الكاظمي وهو في طور تسنمه للسلطة من عام كامل تم مقتل وأنا سميه اغتيال وليس موتا لـ 350 معتقل في السجون الحكومية المعروفة التاجي والحوت والمحاجر 355 هذا تم إحصاء والحكومة ومفوضية حقوق الإنسان الحكومية اعترفت لأن الأهالي نشروا أبناءهم الذين تسلموهم من هذه السجون وهم موتى إما بعملية الفشل الكلوي أو بيع الأعضاء أو ما إلى ذلك من الأمور الأخرى التي من شأنها فضلا على أن هناك معتقلين يموتون تحت التعذيف في السجون الأولية التابعة لوزارة الداخلية والدفاع وجهاز الإرهاب والأمن الوطني وكذلك الحشد هناك موتى قبل أن يحكم عليهم القاضي وبالتالي يجري عملية التخفي بل تهديد ذويهم إذا ما تم الإفصاح للإعلام عن مقتل هؤلاء ويجري دفنهم بسرية كاملة أليست هذه جريمة تندرج ضمن قانون إبادة جماعية وتطهير عرقي وطائفي ضمن قوانين دولية واضحة ليست القوانين ذو رقم 111-69 بالقانون العراقي بفقراتها تهدين كل هكذا أعمال صريحة وواضحة تهدف إلى قتل الإنسان والمواطن سواء كان بالتعذيف أو انتزاء أحد أعضاء أو وصول إلى مرحلة الموت من خلال عدم رعاية الصحية السؤال الذي يطرح نفسه هل حاسب الكاظمي حزب الفضيلة الذي يتربح ماليا من السجون وانتهاكاتها الجواب كلا إذن من هنا ننطلق على أنهم يريدون شرعنة هذه المخالفات القانونية وبالتالي يذهبون إلى تغطية هذه الجرائم وطمس الحقائق وليس هم يبحثون عن الحقيقة أستاذ عبدالقادر في سؤال أخير قبل أن تغادرنا يعني تركز جغرافيا هذه المقابر في تلك المناطق في المحافظات تحديدا منكوبة يعني الشمالية والشمالية الغربية من العراق وحتى الغربية محافظة نينوى التأميم صلاح الدين ديال الأنبار إلى أي مدى يعني يترك إشارات سياسية لإبقاء هذا التوتر الطائفي مستعرا ربما للبقاء في الحكم أو ربما لمصالح انتخابية كما ذكر قبل قليل أستاذ نظير بالفعل ما ذكره الضيفك الأستاذ نظير الكندوري دقيق جدا لأن التوقيتات يقبيل الانتخابات دائما وبالتالي يؤكد على أنهم يريدون إعادة الاصطفاف الطائفي وما يفعلونه حقيقة بكل أعمالهم الذي يفشلون فيها ألم يدفعوا الشيرازية لإعلان هدم نصب أبو جعفر المنصور أو تلويح لهدم مسجد أبو حليف النعمان لكن العراقيين ردوا بقضية واضحة بسنتهم وشيعتهم وحتى مسيحيهم ورأيتم شباب ثورة تشرين كيف ذهبوا بسلسلة كبيرة إلى مسجد أبي حنيف النعمان في الأعظمية إذن الشعب العراقي واعي لكن هؤلاء يبحثون عن طرق جديدة الأول لتدوير نفاياتهم الطائفية وثانيا حتى يتم خندقة هذه المناطق لإعادة الوجوه التي تشترك معهم بالجريمة من ما يسمى ممثلي سنة في العملية السياسية إذن هم يبحثون أيضا على حقيقة أيضا الترويج لهؤلاء من أجل لأن هؤلاء شركاء معهم في الجريمة ولا يوجد هناك أفضل منهم من عمليات التستر ودعم هذه الميليشيات لأنهم لا يبحثون لا عن سيادة ولا عن سياسة إنما يبحثون عن مبالغ مالية واقتصاد كبير لهم ومناصب هم يتسترون خلفها ولا يهمهم صالح هذه المحافظات لذلك القضية تندرش ضمن اندراج سياسي وهم حقيقة أذن يحققون رغبات لأن عملية المقابر الجماعية في هذه المناطق الشاسعة والمستمرة إلى هذه اللحظة لأن لازمنا نعيش اغتيالات واعتقالات شديدة هي ضمن تطهير عرقي وطائفي من أجل تغييرات ديمغرافية وبالتالي يبحثون عن تهجير هذه الناس والسكان من تلك المناطق وتخويفهم أيضا في هذه المقابر لذلك هم يفعلون وقد فعلوا جريمة النكراء سيكشف عنها العصر والمستقبل بأنها أكبر من جريمة المغول التتر الذي فعله في بغداد والذين ذبحوا في يوم واحد مائة ألف عراقهم يبحثون حقيقة وهم قد فعلوا جريمتهم وكان لإيران دورا واضحا فيها وفي نفسها الطائفي وذات البعد الذي يهدف إلى تغييرات ديمغرافية كبيرة لذلك ستكشف الأيام عن حجم هذه الجريمة والنكبة الواسعة والشرسة الذي للأسف الشديد هناك إعلاما عربيا يغيبها وهناك إعلاما دوليا يصمت عنها وهناك مجتمعا دوليا وتحالفا دوليا ساند هذه الجريمة النكراء أيضا يصمت عنها وكل هذا هو يجري في إطار سياسي واضح تماما وتشترك الولايات المتحدة الأمريكية بهذه الجريمة النكراء التي أرد أن ارتكبتها في بداية الاحتلال وقصفها لأسلحة محرمة دولية لمدن لذلك هم يركزون على جريمة كبيرة في هذه المحافظات وللأسف لا زالت مستمرة ولا زال الكل يصمت عن هذه الجريمة وكل الصمت هو سياسيا وليس قانونيا إذن شكرا جزيلا لك سيد عبدالقادر كان معنا عبر سكايب من عمان سيد عبدالقادر النايل كاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك ونتابع الآن مشاهدين الكرام قبل أن نعود لتكملة هذا الحوار والمتابعة الخاصة فنتابع هذا التقرير المصور الذي يوثق أبرز المقابر الجماعية التي يعثر عليها في المحافظات المنكوبة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في مقابر جماعية جديدة في المحافظات المنكوبة خصوصا بعد العثور على مقبرتين جماعيتين في مدينة الموصل سيد عبدالقادر إذا كان الكاظمي عفوا سيد نظير غادرا عبدالقادر إذا كان الكاظمي على يقين أن المغيبين والمخطوفين قد أبيدوا ودفنوا في مقابر جماعية وكما يوقد طبعا واقع الحال لماذا لا زال الحديث مستمرا عن ضرورة حسم هذا الملف سواء على عد سياسيين أو نواب يعني أنا أرى أن هذا كل للاستهلاك المحلي وإلا من يريد أن يحسم ملفا على الأقل يتعرف على هوية هؤلاء الموجودين في المقابر الجماعية تصور أن هذه آخر مقبرة التي تم اكتشافها ماذا كان عذر المعنيين بالاكتشاف هذه الجثث يقول نحن واجهنا صعوبة في التعرف على هوية القتلى كون أنه الـ DNA قد تضرر بسبب الحرارة وبسبب مياه الأمطار وهذا كلام عاري عن الصحة يعني يستطيعون أي وحدة جنائية تستطيع من خلال DNA أن تتعرف على شخصية المغدور ولكن هم يريدون علميا ثابت هذا ربما حتى بعد عشرات السنين سيستطيعون ذلك نعم يستطيعون ذلك هم يريدون إخفاء هوية المجن عليهم وترويج الروايات التي يذكروها بأن هؤلاء هم ضحايا شيعة قد قتلوهم السنة هكذا بصورة طائفية وتجديد الشحن الطائفي بدليل أن يعني في ذكرى سبايكر جاءوا بأهالي الضحايا إلى القصور الرئاسية التي تم إعدام هؤلاء الضحايا فيها وبدأوا يرددون شعارات طائفية وسب ولعن في أهالي المدينة والذين هم أصلا متضررين من عصابات داعش يعني أنا أجد أن هذا الكاظمي ما هو إلا صورة عن هذه الأحزاب وهذه الميليشيات لتسويف هذا الموضوع ومحاولة نسيانة ومحاولة إيصال أهالي الضحايا إلى مرحلة العجز عن المطالبة ويحاولون يعني محوا أي آثار لكي يتعرفوا على أبنائهم المغدورين وما هو السبب الذي نجد أن بعض الذين اكتشفوا في مقابر جماعية يتم دفنهم في مقابر النجف دون الكشف عنهم في مناطق شمالي بابل يعني أنجر في الصخر وغيرها نعم يعني وهذا دليل على أنهم ربما يكونوا ضحايا من أهل المنطقة من السنة ويذهبون يحاولون الخلط يعني يجعلون أنهم ضحايا شيعة نتيجة عصابات داعش فعل ذلك أنا بكلامي هذا لا أبرق داعش داعش ألعن الميليشيات وارتكبت جرائم واسعة لكن أنا أنظر لداعش وأنظر للميليشيات بأنهم وجهان لعملة واحدة بل أنا أصل إلى أبعد من ذلك بأن أقول أن داعش والميليشيات لها راعي واحد هو من يوجه نشاطاتهم لذلك ترى أن الأعمال التي تقوم بها داعش تتناغم مع أعمال الميليشيات أحدهما يكمل عمل الآخر وهذا الصراع الوهمي الذي موجود ما بين هذه المجامع الإرهابية لا يدفع ثمنه سوى الشعب العراقي سوى هذا البلد هذا المنكوب يعني أصبح بلدا يعني الآن أرى التقرير يعني بلد مقابر جماعية يعني في كل مكان توجد مقابر جماعية في كل مكان يوجد قتل واضطراب أمني ماذا حصلنا طيلة الثمانية عشر سنة؟ أصبح العراق يعني يسجل يعني جاءوا بالموت معهم التي نشاهدها على الشاشات نعم 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 إذن من هنا دكتورة فاطمة على الرغم يعني من اتهامات صريحة من منظمات حقوقية دولية كثيرة أبرزها مثلا Human Rights Watch لهذه الميليشيات وقوى الإرهاب بقتل مدنيين ميدانيا ولكن الحكومة تتهم قوى الإرهاب فقط يعني وتتغافل عن مسؤولية هذه الميليشيات عن تلك المجازر والمقابر كيف تقرأين ذلك؟ نعم يعني في الحقيقة هو لا يمكن إنكار أي جريمة سواء أن قامت بها أي عصابة إرهابية أو الميليشيات أو حتى القوات الأمنية يعني مثلا داعش كانت تتفاخر يعني وهي لا تخفي أنها ارتكبت أي جريمة لكن المشكلة هي الجرائم التي تتكبها القوات الحكومية والميليشيات التي معها التي لم تخضع لحد الآن إلى محاسبة قانونية يعني داعش دمروها وقتلوهم وكما يقولون عدموا من كانوا يقبضون عليهم من عناصر داعش والباقين الآن يحاكمون في السجون ويأخذون عقوباتهم من اعدام أو كما تدعي الحكومة ولكن يعني ترك الميليشيات وترك القوات الأمنية التي هي أيضا بدورها ارتكبت جرائم فضيعة أقلها هو القصف العشوائي وتدمير المنازل وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والاعدامات الميدانية للمدنيين بحجة وبذريعة انتمائهم لداعش هؤلاء يجب محاسبتهم لأن الجريمة واحدة سواء ان ارتكبتها قوات أمنية أو ارتكبتها عصابات إرهابية هذا معناه أن هذه الحكومة وغيرها حتى الحكومات يعني ليست فقط الكاظمي وحكومات الحكومات التي سبقتها جميعها تتعامل بصورة طائفية مع الشعب العراقي وتفرق بين أبناء الشعب العراقي إضافة إلى ذلك فهي تكيل بمكيالين والذي يعني والضعيف والذي ليس لديه من يستده سوف يخضع إلى عمليات تعذيب وانتزاع اعترافات ضده بالقوة ومحاكمته وإدانته ولكن القوات الأمنية والميليشيات لا يستطيع أحد محاسبتها وهذا في الحقيقة ليس في قوانين ولا في أعرف أي دولة تحترم نفسها الجميع تحت طائلة القوانين يعني هذا معناه أيضا أنه ليست هناك سلطة سلطات عادلة في العراق وليست هناك سلطات قضائية وسلطات القضائية فقط على الضعيف وفقط على الفقير كما يقال هذا التعامل الحقيقة بميكيالين هو يعني الغاية منهم كما هو معروف يعني مصالح أولا مصالح الكاظمي ومن يعتلون مناصف في الدولة المصالح الشخصية ومصالح الميليشيات التي هي كما معروف بولاءها لإيران التي تنفذ مشاريعها في المنطقة في العراق وفي المنطقة إذن ما يقوم به الكاظمي وحكومته هو يعني تعزيز الإفلات من العقاب في العراق هذه من جهة وأيضا إنفاذ مصالح الدول الخارجية في العراق على حساب طبعا مصلحة الشعب العراقي وعلى حساب الحفاظ على أمن المواطن العراقي على حساب حياة المواطن العراقي على حساب اقتصاد والعقد الاجتماعي في العراق إذن ما يقوم به الكاظمي هو تنفيذ مشروع يعني استمرار في تنفيذ مشروع تدمير العراق وتدمير المجتمع العراقي لحساب مصالح دول أجنبية إذن لماذا ولهذا يعني لماذا لا يقوم الكاظمي عن كشف عن المقابر الجماعية والكثير من الأخبار والكثير من التوثيقات التي تثبت وجود مقابر جماعية أكثر مما الذي تم الكشف عنه لماذا لا يستطيع أن يصل إلى أماطن تسيطر عليها الميليشيات وهناك تأكيدات على وجود مقابر مناطق متوقعة فيها مثلا دكتورة فاطمة أيضا هناك مناطق تتوقعون أن تكون فيها مقابر جماعية نتيجة ما حصل فيها من اتهاكات وجراء في سنواتنا أكيد بالتأكيد يعني خذ على سبيل المثال جرف الصخر جرف الصخر تم توثيق منذ بداية الاكتساح منطقة جرف الصخر وتهجير من تم تهجيره وقتل من تم قتله هناك مقابرة جماعية موجودة بقرب مركز الشرطة في جرف الصخر وبشهادات مواطنين وهذا في عام 2014 تقريبا يعني هذه الآن كم سنة تقريبا سبع سنوات لماذا لا يتبقى الكشف؟ الحكومة أصلا لا تستطيع الدخول إلى هذه المنطقات والكثير طبعا من المناطق لا تستطيع أن تصل إليها يد الحكومة مناطق عديدة في محافظة ديالة المقابل التي تم اكتشافها في صلاح الدين ووضعت يدها الميليشيات عليها ولا يستطيع حتى الوصول إليها أي أحد من الحكومة أو حتى من أبناء المناطق في صلاح الدين لماذا لا تصل إليها الحكومة؟ طبعا لأن الميليشيات هي التي تسيطر وهي التي تتحكم وتسير الحكومة وفق أفواءها ومتى ما سمحت الحكومة بأن تنشر أنها وجدت مقبرة جماعية طبعا كما هو أصبح واضح هي تكشف عن مقابر الجماعية في أي وقت لمصلحتها لغايات انتخابية أو لغاية إثارة فتنة طائفية أو غيرها كما حدث في سلسلة الأحداث في الأسبوعين الماضيين يعني التي كانت تهدد بفتنة تفجر الوضع في العراق كما هو من تهديدات الميليشيات والتجيش الطائفي ومحاولات تهدم لبعض المناطق في العراق والتي تؤكد على عمق العراق وعمق تاريخ العراق يعني واضح أن هناك سلسلة من عمليات ومنهجة من أجل تدمير العراق بطريقة سلسة ولا تدعو إلى الاشتباه بأن هناك مخطط ولكن الواعي والقارئ لسلسلة ما يحدث في العراق والذي يعرف نوايا وأهداف كل جهة تقوم بهذه الأعمال يعرف جيدا أن هناك مخطط سيد نظير ما ذكرته دكتورة فاطمة في جرف الصخر تحديدا وأن هناك مقابر جماعية متوقعة بربما المئات قرب مركز الشرطة هناك وقد أشرتم أيضا أنتم إلى المقابر الجماعية التي دفنت في النجف لماذا التركيز على جرف الصخر؟ وحتى أشار الدكتورة فاطمة جرف الصخر لا يستطيع أن يدخلها أي مسؤول كما ذكر أغلب المسؤولين يعني مثلث بالرمودة مثلا جرف الصخر لماذا؟ يعني أنا أعتقد أنه الإيرانيون والميليشيات العاملة بالعراق هي لا تتحرك بشكل عشوائي إنما هي لديها مخططات سواء سياسية أو عسكرية أو حتى على يعني يبنون إلى بعيد فأنا أعتقد جرف الصخر قد تم اختيارها كقاعدة لهذه الميليشيات أو قاعدة متقدمة للحرس الثوري الإيراني من خلالها هي تتصدى لكل المخاطر وأنا في تصوري هي قاعدة متقدمة موجهة ضد دول الخليج موقع مهم في الفرات الأوسط وتكون نقطة فاصلة ما بين المناطق ذات غالبية سنية وذات غالبية شيعية وبالتالي أن هذه المنطقة أعتقد أنهم لن يتنازلوا عنها لأنهم وصلوا إلى مراحل عديدة فيها بل أن كلام الكاظمي يفهم منا عندما قال إنسوا المغيبين يفهم منا بأنه لديه علم بأن جميع المغيبين قد تم تصفيتهم ولا يوجد أحد الآن في سجون سرية الجميع تم تصفيته وبالتالي هو يحاول أن يغلق هذا الملف عسى أن لا يصل إلى مرحلة تدويلة لأنه إذا تم تدويلة سيؤثر عليه ويؤثر على باقي الأحزاب المشاركة في هذه الجرائم فليعتقد أنه كل هذه محاولات يعني بدلا من أن تكون النقاط عليهم هم يستثمروها لصالحهم سواء من ناحية انتخابية سواء من ناحية تأجيج الشحن الطائفي عفوا أستاذ نظير ذكرت التدويل يعني ربما بعض الأراقيين في كل دورة انتخابية أمريكية يعول على رئيس أمريكي جديد لكي يكشف عن هذه الجرائم أو ربما يعني يحاول أن يحاسب هؤلاء المسؤولين الذين جلبتهم أمريكا هل من الممكن أن يحصل ذلك محاسبة هؤلاء المسؤولين عن تلك دورة؟ يعني أنا أتكلم بصراحة ومن خلال هذا المنبر إلى شعبنا الكريم يعني أنا أعتقد أن المجتمع الدولي لا يحترم ولا يسمع كلام إلا القوي صحيح والآن الشعب العراقي في مرحلة استضعاف ولا حول له ولا قوة لذلك كثير من الباحثين والناشطين العراقيين يطالبون المجتمع الدولي بتدويل قضية المغيبين وليس فقط هذه القضية قضايا أخرى حتى يعني آخرها الضحايا والقتل اللي سقطوا في ثورة نشرين لكن المجتمع الدولي لا يلقي بالا إلى هذه المطالبات لماذا؟ لأن الطرف المستضعف في هذه المعادلة هو الشعب العراقي لكن متى ما استطاع أن يكون الشعب العراقي هو ورقة قوية وضاغطة على النظام بل ضاغطة على المجتمع الدولي سوف يتم سماعة والإصغاء إلى ما يقوله كيف يمكن أن يستطيع الشعب العراقي أن يكون لاعبا قويا هو من خلال تفعيل آليات المعارضة السلمية سواء كانت بالتظاهرات أو بالعصيان المدني وإبداء رفضهم لهذا النظام بل الطعم في شرعية هذا النظام واعتبار نظاما لم يأتي بإرادة العراقيين هذا من يجعل الشعب العراقي رقما صعبا في كل هذه المعادلات وهو من يجعل النظام العالمي يزغي إلى ما يريد شعبنا وإلا فأن الطرف الضعيف لا أحد يزغي إليه ولا أحد يسمع منه أنا أعتقد أن هذه الأمور ربما ستتكرر الميليشيات ربما سترتكب جرائم كبرى وربما تفتح مقابر جديدة لضحايا جدد إلا إذا وقف الشعب العراقي وقف قوية أمام هذا النظام وجرائمه لكي يضحد لهذا المسلسل إذن من هنا بكتورة فاطمة أمام هذه الاكتشافات المتواصلة لمقابر جماعية في مناطق مختلفة من العراق وعدم وجود تحقيقات رصينة فيها إلى أي مدى يكرس هذا أن سياسة الإفلات من العقاب أصبحت نمطا سائدا نعم بالتأكيد سياسة الإفلات من العقاب وعدم محاسبة المجرمين وتركهم يعبثون أصبحت معروفة معروف العراق بهذا حتى أمام المجتمع الدولي وهذا الحقيقة يعني يرتكز على أسس يعني موجودة في العراق يعني الإفلات من العقاب أولا نتيجة ضعف الحكومة وضعف السلطة القضائية الحكومة سلطة والسلطة القضائية سلطة أخرى كيف لا يكون هناك أي دور لهتان السلطتان في الحد من هذه الجرائم بل إن الجرائم مستمرة لحد الآن والمجرمون يعني يستطيعون أن يرتكبوا ما يشاءون متى ما يريدون والجرائم متعددة قتل، اغتيال، تغيب قصري، تعذيب مختلف مختلف أنواع الانتهاكات هناك غياب واضح للسلطة القضائية السلطة القضائية مسيسة كما هو معروف في العراق لا تستطيع حتى أصدار مذكرات اعتقال يعني ونأخذ مثل بسيط يعني الاقتحام الأخير أو غيرها من الاقتحامات للمنطقة الخضراء التي هو يعني على الأقل على الأقل يعني خلال بهيبة الحكومة العراقية على الأقل تصدر مذكرة اعتقال ليوم أو يومين احتجاز يعني على أصولية لعناصر ميليشيات حفاظا على هذه هيبة الدولة يعني هذا هي أبسط 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 شيء يمكن أن تقوم به الحكومة لا تستطيع أن تقوم به الكاظمي لا يستطيع حتى أن يداهم أي منطقة وتصيله أخبار أن هناك سجون سرية فيها يداهم هذه المنطقة ويستطيع القبض على أو يعني ينفي أنه لا توجد أي سجون سرية في هذه المنطقة كل هذا يشجع نعم عفوا الآن كما قال أستاذ نظير يعني المجتمع الدولي لا يلقي بالا لما يحدث في العراق كيف من الممكن تفعيل يعني أو إلقاء الضوء على هذه الجرائم لغرض محاسبة مرتكبيها أنتم مثلا في المركز العراقي تورتيق جرائم الحرب أيضا تحدث حتى قبل قليل ساعد القادر عن دور الميثاق الوطني في يعني ولو المحاولة في تسليط الضوء على هذه الجرائم يعني في الحقيقة يعني هناك تحركات الشعب العراقي بمختلف طوائفه بالأقل عن طريق التوثيق والتواصل مع مختلف المنظمات الحقيقة يتحرك كما ذكرت يعني الميثاق الوطني العراقي هناك تواصل مستمر مع مختلف الجهات الدولية بالنسبة لنا في مركز العراقي لتوثيق الجرائم الحرب هناك تواصل مع الكثير من الجهات الدولية من أجل عن طريق أسار رسائل عن طريق الانتماء والعضوية عن طريق التعاون مع المنظمات الدولية التواصل بالمعلومات يعني الكثير من التحركات الآن الموجودة والفعلية والحقيقية والتي بالتأكيد سوف تثمر نتائج لا يتحرك أن لا يثمر أي نتيجة يعني التواصل مثلا مع المنظمات الدولية عن طريق إيصالهم إلى الحقيقة كل ذلك مطلوب نعم نعم المناقشتهم تقديم وجهة نظر مختلفة عما تحاول الحكومة وميليشياتها ظهارها للعالم لا ننسى أن طريقة الحوار طريقة المناقشة تقديم يعني أدلة وبراهين أن هناك ما يجري في العراق سوف يجري بهذه الطريقة وبهذه الطريقة وبهذه الطريقة وتصدق رؤيتنا في الحقيقة هذا يعزز الثقة بين هذه المنظمات ومع الجهات الوطنية التي تحاول إيصال ما يحدث في العراق بنظرة عراقية خالصة شكرا جزيلا لك عبر اسكايب من لندن دكتورة فاطمة العاني مستشارة المركز العراقي لتوثيك جرائم الحرب في أقل من نصف دقين إذن أستاذ نظير باكتشاف هذا العدد الكبير المتواصل من المقابر الجماعية نختم بالتساؤل الآتي هل تحول العراق إلى أكبر مقبرة جماعية في التاريخ الحديث والله أنا أعتقد أن الفترة التي عشناها من 2003 ولحد الآن ربما هي أنا برأي هي أغرب فترة مر بها العراق بسبب الجرام التي ارتكبت بسبب طريقة إدارة الحكم وبسبب هذا التمزق للنسيج الاجتماعي يعني لم يمر في تاريخ العراق سواء الحديث ولربما حتى القديم فترة مظلمة سوداوية كالفترة التي عاشها وأقول وكلامي موجئه للعراقيين جميعا بأن هذه الفترة ربما ستكون غير محدودة إذا لم يبرم الشعب العراقي أمر في وقف هذا الحال السوداوية وإذا لم يأخذ بزمام الأمور ويقلب هذا النظام ويستبديله بنظام منبثق ومن الشعب العراقي ممثلا لآماله وطموحاته فإن هذا المسلسل سوف يستمر وسوف نكتشف مقابر جماعية أخرى وسوف يسقطون ضحايا آخرين والمسلسل الجرائم لن يتوقف إذا لم يوقفهم الشعب العراقي شكرا جزيلا كأسان نظر كندوري الكاتب والباحث السياسي شكرا لكم مشاهدين الكرام وإلى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا لكم